رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتطور الذي شهدته علاقة مصر بمنظمة مؤتمر وزراء الشباب ورياضة للدول الناتقة بالفرنسية وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة لويزيت تأتوبي توقع مدبولي أن يشهد التعاون تطورا أكبر خلال الفترة المقبلة بما يسهم في مزيد من التأثير الإيجابي على مستقبل الشباب في الدول الفرنكوفونية بشكل عام ومصر بشكل خاص وتطرق رئيس الوزراء إلى دعم مصر للمنظمة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة